معاهدة ديميشال السادس والعشرون في فبري 1834 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات معاهدة ديميشال ولد لويس أليس ديميشال في سنة 1779 ميلادي وتوفي في سنة 1845 ميلادي رضي من الجزائر في الثالث والعشرون أفريل 1833 ميلادي ولم يدخل جهدا في إخضاع المطاومة لأن الفرنسيين كانوا يعولون عليه وعلى شجاعته غير أنه بعد قرابة عام ارتنع بضرورة مهادنة الأمير فكانت المعاهدة التي عرفت باسمه في السادس والعشرون فيفري 1834 ميلادي لقد اعترفت فرنسا من خلال هذه المعاهدة بدولة الأمير عبدالقادر وعطته حرط تنظيم الجيش وتعيين خلفاء له في الولايات التابعة له إضافة إلى حقه في التمثيل الدبلوماسي وحرية التجارة وشراء السلاح وافتداء الأسرى وقد سمحت هذه المعاهدة بتمدد سلطان الأمير حيث وصل للغوات جنوبا وإلى سطيف شرطا وهو ما جعلت جنرالات العدو يحرضون شيوخ القبائل بعد عام من التاريخ المذرور لإفساد الأمر عليه وبذلك تم خرط هذه المعاهدة فعاد الطرفان إلى الحرب من جديد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بيرت على إبراهيم وعلى لإبراهيم إننا تحميد المجيد